الحرب على تنظيم داعش الأرهابي مستمرة في صحراء الأنبار الغربية رغم هزيمته أمام القوات الأمنية العراقية قيادة عمليات الأنبار أعلنت عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في عمق الصحراء بإسناد طيران الجيش وصولا إلى الحدود مع دول الجوار لملاحقة عناصر هذا التنظيم والهدف تدمير ما تبقى من مخابئهم اليوم قطعاتنا العسكرية وبعد الانتصارات التي حققتها في محافظة الأنبار تفخر بتحويل هذه الصحراء إلى مسرح لعمليات الجيش العراقي اليوم قطعاتنا العسكرية تجوب هذه الصحراء ليلا ونهار بعمليات عسكرية متقنة مبنية على معلومات استخبارية هذه المحافظة اليوم تحولت بفضل هذه العمليات وبفضل هذه الجهود وبفضل تعاون الأهالي من أبناء هذه المحافظة مع قواتهم الأمنية إلى محافظة تشهد استقرار أمني ملحوظ ويرى خبراء أمنيون أن تأمين الصحراء الغربية يتطلب دعما من الحكومة العراقية عن طريق نصب أبراج المراقبة والطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية لرصد تحركات تنظيم داعش والقضاء عليهم حماية هذه المحافظة من خلال أن يكون هناك كاميرات حرارية أن يكون هناك أبراج مراقبة أن يكون هناك طائرات مسيرة في سبيل رصد هذه التحركات واستباق المجامع الإرهابية بخطوة المواطنون طالبوا الجهات الأمنية بتفعيل الجهد الاستخباري بين الجهات الأمنية المختصة والمواطنين لتقديم المعلومات المتعلقة بأمن واستقرار محافظة الأنبار نحن كام مواطنين نطالب بالتفعيل الدوري لاستخباراتي بين المواطن والقوات الأمنية اليوم باتت منه الضروري أنه تعاون المواطن مع القوات الأمنية الجيش أو الشرطة أو القوات الأمنية بصورة عامة يعتمد المعلومة من المواطن إذا المواطن أنا من أشوفش أروح أبلغ عليه أو أتصل أبلغ غيابه أنه هذا الموضوع هاي الحادثة كذا فاليوم المواطن هو عين القوات الأمنية هذه العمليات وما يتبعها من عمليات استباقية التي تقوم بها القوات الأمنية من الشرطة والجيش العراقي والوكالات الأمنية غايتها بسط الأمن ومنع تسلل الأرهابين إلى محافظة الأنبار لقناة التغيير أحمد الحمداني الأنبار